اشتركوا في القناة المنتخب السعودي بقيادة المدرب سعد الشهري يعرف امكانات المنافس جيدة ومفاتيح لعبه ما يجعل من المواجهة اكثر قوة وحماسا من جانب المنتخب السعودي الذي تتعظم لديه الطموحات في البطولة مع كل مباراة يخوضها اكيد لكل مباراة استعداداتها والحمد لله احنا قارين الخصم جيدا الحمد لله وقد لعبنا معه مباراة ودية والخصم كذلك ايضا هو عارف المنتخب السعودي وما في شك انه الحين في ظل القنوات التواصل كل شيء متوفر طبعا المباراة المسجلة وغيرها نتمنى ان نقدم مستوى مشرف والطموة طبعا لا توقف عند المنتخب السعودي ونتمنى ان شاء الله نتجاوز هذا الدور التحضير للقاء جاء عبر مران الرئيسين ووحيد جرى على الملعب الفرعي لملعب المباراة بمدينة سون الكورية صفوف مكتملة وعناصر متحفزة بالنسبة للمنتخب السعودي الذي يأمل في تخطي هذه العاقبة والوصول لانجاز غير مسبوق له في منديال الشباب ان شاء الله اننا نقدر نوقف مخطراتهم قبل كده هم قوية وحنا قوية كمان ولكن ان شاء الله بدنا الله نكون تاهل الدور الثمانية ان شاء الله من نصيبه منتخب الارقوي من جانبه كثف من تحضيراته لهذه المباراة ومنذ وصوله لمدينة سون وذلك عندما خاض الفريق مرانين رئيسيين وسعى المدرفة بيانكوتو لابرازي قوة المنتخب السعودي عبر محاضرات مطولة مع لعبه قبل كل مران مع التركيز على دراسة مفاتيح اللاعب لدى المنافس وتطور الأداء الذي طرع على المنتخب السعودي في هذه البطولة إذن أنهى المنتخب السعودي تحضيراته بروح معنوية عالية على هذا الملعب ويأمل أن يكون التوفيق حليفه في مباراة صعبة دون أدنى شك جابر العربي بين سبورتس سون